البريق والأناقة لا يعتبران أمور مألوفة هنا فبرلين تحتفي بكل نجم سينمائي عالمي يشارك في مهرجان البرلينالة وفي نسخة عام 2013 يشارك مشاهير كبار من حجم ميد دايمن وونكاروي وتيم روبينس لكن البرلينالة تؤكد مجدداً صورتها كأحد المهرجانات المتعددة الأوجه مقارنة مع باقي المهرجانات السينمائية الكبرى هناك عمال سينمائية كبيرة مشاركة لكن هناك أيضاً انتجات صغيرة إنه رائع أن يشارك عدد كبير من الأفلام الأجنبية أنا أرى أن مهرجان البرلينالة يلائم برلين كمدينة عالمية ومتعددة الثقافات إنها فعالية تمكنك من الترحال حول العالم عبر مقعد السينما العالم يلتقي في مكان واحد وبشكل خاص عالم الأفلام فإلى جانب الأفلام التسعة عشر المشاركة في المسابقة الرئيسية يأتخطى مهرجان البرلينالة في نسخته هذا العام حدوداً كثيرة سواء الجغرافية والتقنية والموضوعية في أكثر من أربعمائة عمل يتم عرضه فهنا مسموح بكل شيء بما في ذلك فحص الساحة السينمائية الوطنية ففي قسم آفاق السينما الألمانية يتم عرض أعمال مثيرة لمخرجين شباب من بلد البرلينالة وهذا البلد متعدد الأوجه لكن ليس دائماً براقاً لدينا ثلاثة أفلام في البرنامج مولها وأنتجها المخرجون بأنفسهم وأنا لا أدري كيف يعملون ذلك إنه طبعاً استغلال ذاتي لهم أصدقاء يقومون بأعمال خلف وأمام الكاميرا دون مقابل المادي لا يمكن اعتبر ذلك منهج للحياة لكن كثيرين يقومون بذلك لإصدار فيلمهم الأول وللظهور على الساحة وهنا قد ينجح البعض فعلاً في إنتاج أعمال جيدة جداً ويعتبر فيلم سيلفي أحد هذه الانتجات فالفيلم يدور حول مرأة في نهاية الأربعين من عمرها تركها زوجها تبحث المرأة عن السعادة لدى رجال آخرين فتفشل فشلاً ذريعاً يمنح المخرج نيكو زوما للمشاهد الشعورة بمرافقة سيلفي خطوة بخطوة دون القدرة على نهيها عما تقوم به وهو يستعمل خدعاً تقنية ويستغني عن اللقطات الجنسية الطويلة ويستغني قبل كل شيء عن أموال صندوق الدعم السينمائية لقد وفرت المال عبر دائرة الأصدقاء والعائلة بواسطة اعتماد طريقة شبيهة بمبدأ كرة الثلج سألت كل شخص عن إمكانية مساعدتي أولى إما يعطيني مالاً أولى ومن أعطاني مالاً قام بدوره بسؤال أصدقائه عن إمكانية مساعدة مادياً لكن دائماً عبر التنبيه إلى أن الفيلم لن يغطي تكاليفه هذا المبدأ منح فريق عمل الفيلم حرية واسعة لكنه شكل في الوقت ذاته عبءاً لا يستطيع كل مخرج شاب تحمله بالنسبة إلى المخرج نيكوزوما تبدو هذه المغامرة ناجحة فقد استطاع الفيلم بلوغ برنامج مهرجان البرلين على